اهلا بحضراتكم من جديد في الزراعية الآن بما ان احنا بنتكلم على الامحة والاكتفاء الزاتي اسمحولي بقى في البداية ابتدي معاكم بحتة بتاعتنا احنا ينفع؟ اسمحولي انه ينفع عشان اقول لكم ان احنا استهلاكنا عالي جدا جدا تقريبا من اعلى الشعوب اللي بتستهلك امح على مستوى العالم بالاضافة ان احنا ما شاء الله ومبارك يعني مع الدين المئة مليون فمتخيل ان انت استهلاكك من الامحة العالي ده وانتاجك ممكن يوصلك انك تحقق اكتفاء ذاتي وانك كمان لربما تصدر كمان تقلل من استراضك في ظل الازمات العالمية اللي حصلة هتقولولي هو الامحة في غنى عنه في بدايل ايوة في بدايل وفي بدايل صحية ومفيدة كمان عشان كده انا حبيت ابتدي الفقرة بتاعتي من النقطة دي لان دي هتبقى ليها دور كبير جدا جدا في تحقيق او الوصول الى الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي عموما مش بس من الامحة ان احنا نوصله ده مطلب عام لكل شعوب العالم فثقافتك هي اللي هتحدد اكتفائك الذاتي اصريت على هذه البداية لان احنا داخلين كل سنة وحضراتكم طيبين اللهم بلغنا رمضان يا رب فبنشتري والاسواق ما شاء الله بتقتز بالمستهلكين فرفقا بانفسكم ورفقا بالدولة عشان نقدر نوصل للاكتفاء الذاتي كمان تفاصيل كتير وزي ان انت يكون عندك هادر يعني انت عندك هادر احنا بنرمي كميات من بواقي الطعام كتير جدا لليه علاقة بالامحة وغيره هنكلم مع حضراتكم على تفاصيل عن الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي القومي بشكل عام وكمان موضوع بقى الزراعة التعقدية وهل هي مفيدة في موضوع تحقيق الاكتفاء الذاتي للامح وحاجات تانية كتير هعرفها من ضيفي اللي منورني النهاردة في الزراعية الآن الدكتور محمد عبد الحميد عبدين الخبير الزراعي والباحث في وراثة وتربية النباتات اهلا بك يا دكتور وكل سلام عليك طيب بسم الله الرحمن الرحيم بداية انهنق شعب المصري كله بأعياد الربيع واحد عشرين مارس وانهنق كل الامة مصرية ستة رعظيمة لشعب المصري بأعيد الأم تحية لكل الجميع في بداية عيد الربيع وانحيي كل الابهات برضو انا كنت عايزة في البداية والله يقول برضو عيد الأسرة بالضبط عشان كده ننتهز برضو وجود حضرتك او نستفيد من وجود حضرتك ونقول كل سنة وكل اب بخير لانهو فعلا عيد الأسرة والاب والام هم بيكملوا بعض في الأسرة فما فيش استغناء ابدا عن الطرفين كنا بندردش قبل الهواة حتى وكنت بكلم مع حضرتك على فكرة الوصول للاكتفاء الذاتي واحنا قلتلي الاستهلاك فخلينا بقى نشرح لمشاهدين قد ايه انت استهلاكك كمواطن بتقول يعني هي جات عليها لا هي جات عليك وجات على غيرك وده اللي هيفرق أستاذنك دكتور تشرح لنا النقطة دي وقدينه ترشيد الاستهلاك حيحقق لنا فعلا الاكتفاء الذاتي مش بس في الأمحو ولكن في معظم المحاصيل احنا قصة نحنا اكتفي ذاتيا دي مش مشكلة خالص مصر كانت تسلت غلال العالم وكانت بتصدر العالم كل الاراضة المصرية بتقدر تعمل كل حاجة الارض عندنا الخير عندنا العلم عندنا كل مكونات الاكتفاء الذاتي كمنظومة موجودة اما حاجة بس تتناغم هذه الأمور مع بعض الفرد المستهلك ده فرد عنصر البشر المصري ثقافته استهلاك الأمح احنا شعب مصري اكثر شعب مستهلك للأمح على مستوى العالم ده مش عيب فينا ده يعني موروس وثقافة وتقدرش يعني انك تقول للشعب المصري خلي غداك ما فيش فيه عيش مستحيل يعني حتى لو هو عامل ايه لازم رغيف العيش موجود كحتى ايحاء نفسي لازم يكون بحس بالأمام موجود رغيف العيش دي ما فيش فيها ما يعيبش الشعب المصري انه هو مستهلك مستهلك العيش عشان تقول انا منتج او مستهلك او الأمح لا الأمح ده من ثقافتنا عايزين نغير الثقافة نغير الثقافة الأمح بتاعنا هيكفينا انه ولا اربعة شهور ستة شهور سامن هيكفينا ما قادر يكفينا خمسة خمسين في المية مسلا تقريبا نقدر نفس لو وصلنا لتمانين في المية خلال ثلاث سنين ده هيبقى رقم انجاز مقدر لو قصرنا التعملين هيبقى ناقص عشرين في المية سهل نوصل لمن للمية في المية مش مستحيل ونصدر قصة بالارادة ثقافة الشعب نفسها لازم تتغير انه يتقبل رغيف العيش مش لازم يكون مية في المية امح يعني ممكن ادخل عشرين في المية اما دورة اما كسافة اما بطاطا في منتجات كتير جدا غير تقليدية وسعرها ارخص بكتير جدا وتقدر تأدي نفس القيمة الغذائية اللي موجودة في رغيف العيش بتاع الأمح قد تكون اعلى كمان قيمتها بالنسبة للسمنة والنحافة والامور تانية جدا صحية والسكر كل هذه الامور لو احنا غيرنا ثقافتنا ثقافتنا تأتي منين؟ من الامة المصرية الامة المصرية هي اللي بتقدم المنتج لابنها هي اللي بتقدر تقنع ابنها بتغيير هذا السلوك بتقدر تقنعه عن الفطار مثلا بيه في عيش العيش في عيش الواقب الرئيسة بتاعة الغداء نقدر نستغني فيها تماما عن العيش رز مع منتجاته والامور التانية مع ماكرون الحاجات دي كلها اللي مفيش فيها المخبوزات دي كلها امور متكاملة مع بعضها ثقافتي ان انا خلاص غيرت غيرت استهلاكي تدريجي يعني عمر دو هيتم في يوم وليلة ان انا اقدر اقول للناس النهاردة وخصوصا في حاجة في النفس اللي بشي حس ان الممنوع مرهوب يعني حس ان انا عندي ازمة لقدر ازمة في العالم مش عندي خالص انا مش بتأصدر بيها لا انا راح اخزن نعيش اخزن دي ايه احساس عطاك بتكلم عن رمضان كل عام وانتم بخير لا ثقافت الاسرة المصرية من الشعوب اللي في العالم بتحب بتخزن خزين رمضان من قبل رمضاني ما بستاركش لو منه شهر صيام وشهر عبادة لا انا بخزن بحس ان انا عمديش ضروب بحس ان انا بالامن حست بالامن ان انا حطط احتياجاتي هو ده الامن الغذائي اصلا انك انت تحس ان انت معندكش خوف او رهبة ان في منتج انزل السوق بكرة ملاقيهوش او لقيه مش متناول ايدي او سعره عيلي او 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 كل هذه الامور ده هي كلها اكتفاء الزاتي مترابط مع مين مع الامن الغذائي امن الفرض وهو امن المجتمع مفيش اذابات الحمد لله في جوة المجتمع المصري بالنسبة للغذاء الشعب مش لها كل منتجاتك الحمد لله متاحة فاكهة خضار اي شيء متراح من العرض والطلب حسب الموسم حسب الزراعة بس مفيش حاجة مثلا علية او وصلة الرقم الفلكي اللي خارج استراكة الاسرة وخارج متناول اليد لا هي الامور الطبيعية حسب موسم الحصد وموسم الزراعة في الطماطم الامور كلها ماشية الامح عندنا ابحاث عندنا علم عندنا ثقافة عندنا زراعة عندنا ري كل هذه الامور ده وتنجمت وتكملت مع بعض سهلة جدا ان انا حق منظومة الاكتفاق الزيت ما فيش مشكلة في كده صحيح وفكرة ان احنا زي ما حاك قلت عشان نقفل بقى من الاف الاستهلاك الزيادة او التخزين او كلام ده ده حتى ساعات السلع شوية قبل رمضان ممكن تبقى غالية لكن عدي كده اول اسبوع من رمضان هتلاقي العصار نزلت على طول فانت فكرة ان انت تخزن وتشيل ده بيعمل عب انت بتعمل عبق على نفسك لانه التاجر بيلاقي طبعا انه في زيادة في الطلب فهو بيغلي عليك وغير كده ان انت بترهق الدولة خلينا بقى نروح للناحية الزراعية بقى دكتور هو فكرة الزراعة التعقدية خلينا ندي تعريف بسيط ما هي الزراعة التعقدية وقديني لها دور كبير في تحقيق الاكتفاء الزيتي من الامح اولا زراعة التعقدية عبارة عن وصل ما بين كلمتين كلمة الزراعة ان انا بزرع وتعاقد ان انا بعمل عقد كنتراتو او عقد ما بين طرفين طرف ده طرف اللي هو هايز اخد المنتج والطرف الزارع اللي هو اللي هيزرع المنتج اللي هو الفلاح او المزارع المصري ده هيزرع منتجه المزارع المصري النهاردة زرع امح فجأة سعر الامح اتغير في الدنيا المزارع المزارعش الامح بعد الدولة ما زودت حافظ توريد الأمح ندمان إنه ما زرعش الأمح ولنا كان عندي الأول وقت زراعة الموسم كان حاس إن سعر الأمح بالنسبة للبرسيم ومحاصر الشتوية لا العملية مش جايب إيه ما فيش رغبة أو حافظ إن أنا أزرع الأمح زراعة لإن أنا قد سعره بالنسبة لي مش متأمين يعني مش سابت أو مش متعاقد على قيمة معينة متوسط إنتاج لو أنا حاسس بالقيمة دي متعاقد على عقدة شعرات المتعاقدين متعاقدة الأول للموسم حصل ضرب حتى للدولة تزودت سعر التوريدة حاطت حافظ إنتاج لو أنا متعاقد مع الفلاح على سعر معين على نوع معين هيزرحوا لي أنا في العقد ضمنت إن الفلاح هيزرع الأمح المعتمد بتوزيع الصنفي اللي موجودة في السلسة الصنفية اللي موجودة في المنطقة بتاعته يعني المزرع الصعيد مش هزرع الصنفي اللي بيجود في بحري أو العكس العلماء والبحثين درهم ما بيلعبوش الناس بتزرع وبتقيم وتوصي إن الصنفي الفلاني يجود في ستس يجود في السخة يجود في الصعيد يجود في المطاعة يجود في كل منطقة لها اللي يدي أعلى إنتاجها طب إيه المانع عني الفلاح أو المزارع إنه ياخد هذه الصياسة ويشتغل بيها ويزرع وينفس على الأرض الواقع أخذوا التوصيات الفنية للمحصول أنا عمره ده ما هيتم إلا إذا أنا تعاقدت على مين على إنتاجه وانا بتعاقد معك إنك تزرع لي هذا النوع الفلاني في المنطقة بتاعتك طرم أنت بطاعتك أو الحياة الزراعية بتاعتك في المكان الفلاني إحنا تعاقدنا مع بعض هتزرع لي فدان اتنين فدان تلاتة فدان بالنوع الفلاني خلصت محصولك هتورد لي مش هتتكالب أو أن أتوقف بالدور إنك إنت عايز تورد بسرعة في لا طبعا أنا متعاقد بش هجري أقول هايخدوا المنتج بتاعي هيكتفوا مش هيكتفوا لا أنا كدولة عارف إن أنا متعاقد مع كام مزارع مع كام فلاح الصامع بتاعتي هقول لك إنسان أنت منطقة ساعدة هتدي في المنطقة الفلانية في الصوابع عندي سياسة عرض وطلب عارف بالورق والألم الفدان ده هيجيب لي وحدود تلاتين أرداب هيجيب لي وحدود تلاتين أرداب أي إن كانت القيمة المتوسطة لإنتاج مع متوسط القيمة مع المساحة مع المنطقة لا أنا قادر أثبت لنفسي إن أنا في هذا التوقيت من الزمن أنا هحصد الأمح الفلاح هيورد لي بكل سياسة سلاسة وانسيابية هيقبط فلوسه ومش لازم حتى يعني عملية على رقم حسابه حتى أمور المالية كلها أمور بعقدة أنت عارف رقم حسابك في عقدة ومنها كنتراتو الأخر الشهر أو أخر التويض حتى حصة سمادي مربوطة بكارت الفلاح أنا عارف أنها زالع أمح الحاجة اللي أهم بها موضوع خلط الأصناف أنا دوقتي استراد في وقت موسم حصاد أكبر الأخطار اللي بتحصل ويعملها المستورد أنا بستورد أمح في وقت مين؟ موسم حصاد الأمح المحلي لا ده خطأ أنا ممكن أصلاً الفلاح المزارع يستورد بأمحة أقل من سعره ويحاول يستغل خدمات المقدمة الدولة للأمحة المحلي ويورد الأمح المستورد مخلوط بالأمح مين؟ المحلي لأننا متعاقد على صنف معين مع فلاح هعمل تشيك هاخد انت زرع للنوع الفلاني هاخد باسبتر ورصي هاخد عيناتها شوية منه لو غير الصنف أصبح هو كده يعني أخبط في العقد اللي مبيني وبينه لا أنا عندي إثبات انت زرع للستثم معين سيجي ميزة ساخة أي أن كان النوع اللي انت زرعه هلجب أن تورد لنفس النوع حتى لو عندي مشكلة في هذا عندي الباحثين وفريق برنامج الأمح وباحثين في بركز الأمح نقدم لهم التحية لأن دول جنود ما شاء الله يعني الموسم اللي فات واللي قبله وجهوا تحديات مناخية يعني كل جملاء أنا في هذا القطاع يعني واستشارات الفلاحين يومية ليل نهار صراحة تحية لكل العاملين رحصر أنا عندي كام أنا مش دوقتي حتى كرقم كإحصائيات أقول أن الأمح المحلي أنا عندي كام في الضبط مزروعة متوسط كذا سلمت مسحتي أقدر حتى لو هستورد عارف أنا هجيب من بره كام الأمح اللي بنسميه الأمح المخفي أو الأمح الهدن الأمح الفلاح بيخزنه في الشكاير الصامع الخاصة بتاعته طب ما الصامع بتاعتك دي انت انت خايف من توريد السعر والأمحل لا لو أنت متعاقد هتورد بقلب جامد وعارف القيمة بتاعتك قبل ما تزرع عارف هيجي لدخل كذا بدر ما توزع في الصوبة بتاعتك اللي فيها حشرات وفيها أوبئة وفيها مشاكل وفيش فيها دعاقيم لأ أنت بتودي في الصوبة ما هي كانة مراقمنا بتخزن بتسلم في نفس التويض سياسة العرض والطلب أن أنا أخزن لغاية السعر المعلى لا السعر اللي متوسط عام قيمة معينة أنت هتسلم في القيمة بتاعتك حسس بأمانك خدت فلوسك في وقتها والرط المزارع هيتحمس أن أنا عارف أن خلاص ما عنديش مشكلة أن الأمح ده هيبور علي وبعد السنة الجهد لي مشاء الله يعني كل الفلاحين يبقى عندنا مشكلة بقى في زراعة المحاصيل الأخرى الشتوية المنافسة للأمح لأن الناس خلاص ستبقى عندها فكرة أن الأمح يعني اللي هي عليه الطلب للعمل الموسم القادم توفير الصومع النقطة دي مهمة جدا عشان كده عايزة أتوقف عندها يا دكتور هل الصومع اللي موفراها الدولة كافية للأمح ولا محتاجين شوية نزود عشان اللي داعي يكون مطمئن لا الصومع الحاليا كافية للمنتج والسياسة اللي اشتغلت لا احنا كان فيه خضر حوالي 20% من الأمح بالزر في السياسة القديمة في الشؤون القديمة والصومع القديمة واللها ديوقتي انت عدراجة نقاوة عندك دراجة نظافة عندك الوارد قديم وارد جديد لا سياسة نظم تهوية لا فيه تطور كتير في الميكانة الزراعية وفي عملية الحصاد لا ضيعت الهضر يعني الحمد لله عندنا فرق شاسع جدا كان بيهدر في الأرض 20% صلى رقم كبير فعشان كده كان لازم نركز على الأسباب اللي ممكن فعلا تخلينا نوصل حتى أن احنا نفقد 5% لا احنا مش عايزين اي فقد بزبط دحقي خلينا بقى نروح الباحثين اللي حداك وجهت لهم تحيانا لازم أرجع لهم تاني وديهم حققهم في النقطة دي فكرة يعني استنبطهم الأصناف جديدة وكمان فكرة ان احنا نتابع ونجابة التغيرات المناخية اللي على مستوى العالم اللي أرهاقتنا مش بس في محصول الأمح ولكن في كل المحاصيل فقول لي آخر الأبحاث وصلتوا للغاية فين وإيه اللي بتأملين ان شاء الله ان انتوا تحققوه حتى تحديدا في محصول الأمح محصول الأمح آه ممكن يعني هو عشق المصريين من زمان إنه هو الخير والنماء فقول عمرنا كافي مصريين بنشتغل على الأمح يعني بتحاول تطور فيزياته أصناف المصرية من أنضف يعني وأغنق الأنواع فيه العجين العرق بتاعها والعجين والأمور اللي هي اللي بتزرع عندنا أنواع ما شاء الله تخليل في حالي 11 صنف دلوقتي مسجلين النسبة انتاج أشهرهم عشان الناس اللي ما تعرفش يعني جميزة والسيدس والأمر يعني كلها كل منطقة محطة بحسية لها المسمى اللي طالع بها والفلاع عارف هو عايز إيه يعني صحيح وفيه حاجات يعني الأمور كلها لا إحنا وصلين دلوقتي انتاجها في حاجات وصلت تلاتين أبدا أما حاجة إن ثقافة إن المزارع يوصل ياخد الصنف من جهة معتمدة النقطة الأهم إن انت كمزارع موجود ما ياخدش حاجة مكشوشة أو ياخد حاجة مش مصدرها المعتمد اللي طالع من وزارة الزراعة أو ضارة انتاج التقاوي لا انت تاخد حاجة مظبوطة من مكانها عشان تعرف لو قدر الله فيه مشكلة الباحث اللي مطلع الصنف أو اللي عنده مشكلة أو متابع عنده الدراسات الفنية بتاعته يديك توصيات أثناء مسم الزراعة توصيات أثناء الحصاد توصيات أثناء أي معاملة أي عرض لقدر الله جه تقدر تقوله أعمل كذا عشان أنزرح حاجة مجهولة أو حاجة بدون مصدر وأقول أنا عندي مشكلة طب أنت عندك المشكلة فيك أنت أنت بدأت لو حاجة مظبوطة أنا هقدر أحاسب هقدر أحل المشكلة فورا هقدر أتدخل في الوقت المناسب يبع عندي حتى يعني سياسة السواب والعقاب أنا بيع عندي برنامج رأي برنامج تسميد مرتبط بمعين عين تركيب محصول ومعين ومعين أنت زرع مخالف سياسة الصنفية وعايزني عايز محصول بتاعت يجيب الصنف ده في مكانه طب ده تيجي إزاي المعادلة صعبة يعني وبتقول لا حاجة فاشلة ممكن تطلع حاجة لا تكون زرع الحاجة الصح المعادلة صح هطلع عندي المحصول المسجل الوراء والقلم إنك أنت تطمن المزارع برضو يا دكتور لموضوع صنف جديد زي ما حاجة قلت يقول لك أن زرع حاجة معرفوش ده برضو محتاج لتكثيف أكتر يمكن لحقول إرشادية نحن نتواصل مع المزارع لا لا الموضوع الحقول الإرشادية والكسافة والزرع على الدولة مغطية هذا الموضوع تماما والأمح يعني ما فيش الحمد لله يعني حصول الأمح الفلاح يعني ملم به يمكن أكتر من الباحثين عارف مشاكله عارف أموره عارف تقويتاته مواعد الرأي أموره لا درشه تماما الحمد لله نحن نقول لك متعلم من خبرة الفلاح لأنه عارف بس الفلاح يمكن يكون الآن نحن كان عندنا حتى كمان في الأسبوع المواضية كنا نتكلم على مدى أهمية الحقول الإرشادية والحيان الدولة دايما بتقول اهتمام كبير جدا بالحقول الإرشادية مش بس في محصول الأمح وإحنا معاك وكقرات نصر الزراعية بنتابع معاك وكل ما هو جديد لكن أنا أسكن القلق بتاع المزارع هو عنده خبرة وعنده أكيد ثقة في الباحثين وفي الدولة أنها مش هتنزله حاجة يعني غير لما تكون مجدية ومفيدة وحياخد منها انتاجية وياخد منها كمان جودة بس هو بيبقى الآن أي واحد بيبقى الآن شو هي من الحاجة اللي لسه ما يعرفهوش القلق تجربة الصنف جدا هو بيشوف في الحقل الإرشادي المزروع في المنطقة بتاعته في الأقليم بتاعته وفي المحافظة بتاعته بيشوف بعينه هو نفسه بيطلب حجز ليه من تأوي هذا النوع العام القادم ده اللي متكلفين دوقت أنا حتى عارف العرض والطلب أنا كدولة الصنف ده مثلا عاجب الفلاح أنا عندي كذا منتج يوجده في هذه المنطقة أنت عايز تزرع أمح خبز والأمح مكرون عايز تزرع حدد هدفك إيه ده موجود ده موجود هتقول أنا عايز كذا حتى تسجل طلب حتى حجز مسبق على الأقل أنا كدولة تقدر السنة الجاية تقول أنا عندي عرض وطلب أزود إنتاج النوع الفلاني أنا أصنع النوع الفلاني لو ما بيش كي رغبة حتى لو هو إنتاجه عالي ممكن يكون مش محبوب للفلاح مش محبوب للمزارف أو إقليم بحري بيحب النوع الفلاني إقليم إيه لي بيحب النوع الفلاني أكتر إنتاجه يبقى عندي وراء وألم كاركريوتر بحكز نظام الإلكتروني لازم أدخل للميكنا والرقمنا والأمور يبقى فيه عندي داتا بيس كاملة أنا هزرع إيه الفلاح يقدم ملف كنا أتكلم في قبل كنا أقدم موضوع حاجة أسمى ملف المحصول إن أنا ملف المحصول بتاعي أقدمه كبكت كغراسة فيها وكل ما يخص المحصول يتعاقد عليه منها عقد زراعة تعاقدية أو أورد عندي قيمة مالية عندي مشاكل عندي تقاوي عندي إسماد قدت أهم حاجة بداية ملف المحصول إن أنا أخد التقاوي من مصدر معتمد بفاتورة معتمدة صحيح أما أخدش تقاوي من تقاوي مكسورة أو تقاوي من مزارع أو من تاجر جملة أو تاجر مجهول المصدر هو نفسه ما عندهش فاتورة من المصدر اللي جايب منه لا ما دي يدلي بتعمل مشاكل ويمكن تجيب حاجة لقدر الله تجيب عرض أو تجيب ملغة أو حاجة في مشكلة لا لما يكون عندي حاجة مصدر معتمد من الدولة معتمدها تقدر على الأقل بقى محددين إحنا مشكلة نهي يعني يعني العشوائية لو واحد خطأ في المجموعة المركب لو واحد غرق فيها ويغرق كل يعني لو واحد تصرف خطأ لا إحنا لازم الكل يكون قلبه على قلب البلد لا نتعامل صح مفيش واحد يشز عن القاعدة كمان موضوع الرأي يعني إحنا ساعد بنقول إيه طريقة الزراعة سواء كان في المساطب أو في الخطوط الفلاحين شوي يقولك لا أنا بحب أزرع في المساطب لا أزرع في خطوط ده بياخد مية بس بيديني إنتاجية عالية ده ما بياخدش مية بس يتحس إنه هو ممكن يكون الأفات بتهجمه أكتر فتدي نصيحة دكتور للمجارع في الحقول الرشادية احنا دلوقتي لازم تعجه الدولة لزراعة المساطب والرأي الحديث والرأي بطنيط وتم تجربة كل هذا في الحقول الرشادية أقول المزارع والفلاح شاف ده بالضبط شاف ده على أرض الواقع وهو نفسه حرف التقنات الحديثة رأي محوري في الأراضي الجديدة دي أمور الرأي دي أمور الرأي في الأمح لا ما فيش يعني لازم أستخدم التقنات الحديثة دي ديني أعلى انتاجي لنا الكلام ده مدروس أنا بوصلكش إنك تزرع رأي حديث هوفر هضر مية في رأي طنيط هوفر انتاجها عليها في زراعة المساطب رأي محوري هزع لي أرض مساحات كبيرة في الأراضي الجديدة كل دي أمور عالة الانتاج في أمورنا أنا بشكرك يا دكتور وأتمنى أن نحن نكون طمننا المواطن المصري اللي الآن من الأزمات العالمية لا خليك متطمن وكمان كلمنا المزارع أكتر عن التفاصيل الخاصة بالأمح وكلمنا المستهلك وما تنساش أهم حاجة أنت كمستهلك والأم طبعا هي الأساس عشان ترشد شوية في الاستهلاك ممتنى لوجودك معنا شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الحميد الخبير الزراعي والباحث في وراثة وتربيات النباتات شكرا جزيلا لي نورتان يا دكتور مشاهدينا لسا مكملين نمع حضراتكم إن شاء الله الفقرة الحوارية اللي جاية في الزراعية الآن ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة